السلام عليكم أجمعين أتمنى تكونوا بخير و لا خير مرحبا بكم فلاشين يوتيوب يوم شاء الله نقدمو حلوة رشبونة اللي كتجيز بنا بزاف اللي كنحتاجون لها عندي هنا اربعة ديال البيضات وعندي هنا واحد لكاس ديال زيت كاس ديال ساندة مع مرش وعندي هنا واحد القشرة ديال ليمون حكوكا عندي هنا جوش خمارات وفانيا واحد رسم علقة ديال الملحة والدقيق يبقى على حساب الخالط طرح هادل كتجيز مكونات بسيطة ولكن كتجي روعة زوينة حسن من هادك اللي كتصوب ديال الزبدة وخا هي حلوة ديال الزمان ميكا سبقا حلوة اللي كان كاس عجبنا كان وليون تشهوها مره مره نصوبوها وما كان قدروش نستغنو عليها لان الحلوة ديال الزمان كاس بقا هي باش كبرنا وهي باش باش تربينا ميكون صغارين وكن ربيو عليها تحنا وليداتنا وكن عرفوها الناس اللي ما كعرفوهاش يصوبوها كنوريوها لهم المهم انا قدرت هنا وحضر ربعة ديال البيضات تعليهم كما قلت لكم سنيدة عندي هنا كاس سنيدة منقص منه واحد المعلقة عندي هنا زيت كاس ديال زيت مملوء وصراح هاد هاد الحلوة كتعطي خير ربي بزاف لما تحاولوا انكم تضعفوا المقادير ولا شي حاجة غير هاد المقادير كافية كتعطيت برك الله بزاف المهم كنبقى نطرب انا هاد المكونات صارها سهلة بزاف كنطرب هاد المكونات هادو مع بعدياتها كنزيت عليهم هنا هاداك القشرة للليمون لعندكم البنات القشرة ديال القشرة ديالالشين كذلك البرتقال ممكن انكم تدروها ما حيضوغي هاداك القشرة الحمراء ما تتوصلوش للقشرة البيضاء عندي هنا هيا واحد خنيشة ديال الفاني انتم لا عندكم خنيشة ديال الزهر وكتعش بكم ديال الزهر ممكن انكم تدروها عندي هنا الضغر كيبقى على حسب الخالد ما انا على حسبت لقيت انها دخلت لي هنا واحد ستمية قرام مهم تقريبا كيلو كيلو لارب ما كاملش المهم كنبقى انا نخلط هاد المكونات هادو مع بعدياتها كم قاون زيدو كم قاون زيدو الدقيق شوية بشوية على ما كان حسو بالعاجين أنه عقد لينا غير واحد تسر من أصراد يرشبونا باش كتجيكم زوينا ما خاتكمش تديروا الضقيق بزاف وتحسو بأنها قاصحة بزاف غير تحسو أنها بدأت كتعقد صافي كتحبسوا الضقيق قلت لكم أنا عندي هنا يس 100 كرام اللي عنده الميزان يحبس واللي ما عندهش مهم يبقى يدير واحد سستدي الكؤوس هكا ولا سبعة ما عرفتش بصراحة بالكؤوس ما عرفها بالقرام كما كتشوفو أنا عندي شي كي جاتني كي جاتني خفيفة ما شي تقيلة بالضقيق ما عمرتش فيها الدقيق بزاف جاتني خفيفة وبالنسبة للميقياس نتع الكرة كان دير هنا يوحد المعالقة غير رصد المعالقة النص ديال المعالقة كان ناخد بها العجين وكان نكور باش كي جيوني متساويين كي جيوني الكورات متساوية نيشان كان حطهم في التبصي اللي كيدخل الفران كي ما كتشوفو كان بقاو ناخدو العبار بالمعالقة اللي عندو الميزان اللي بغي توتعو ازنو والذنو بالميزان ما بغيتوش من اللي ما عندوش الميزان يدير هالطريقة هادير هاكا تجي الكورات متساوية هنتو ما تشوفو معايا في التالي اتشوفو أن الكورات متساوية كي ما كتشوفو كان بقاو ناخد واحد شوية ديال زيت في الده باش كتسهل علي العملية وكان ناخد هكا كورات كما تشوفوا كان كورة وحيدة بوحيدة وكان نحط في التبصيل المهم أن نخص هات جينا الكورات متساوية مش ما جيناش محدة كبيرة ومحدة صغيرة كان استمران هكا في هاد العملية هادي كما تشوفوا معايا دابا مهم حتى نكمل كوراتي ديالي بالنسبة للبناس بغيت نظر معاكم على الطياب من الأحسن أنكم تطيبوها غير فوق ما تصبطوهاش للتحت والعافية تديروها مهيلة حتى تطيب على خاطرها وبالنسبة للطياب كما قلت لكم الطيب غير ملتحت من التحت تكون محمرة ومن الفوق تكون تولي بيضة كما كتشوفوا معايا أنا راني طيبتها غير ملتحت من الفوق ما زالي بيضة هذا السر من الأسرار ديالي شبونا باش كتجيزوينا ومي كان عسلوها كتدخل فيها العسل وما كديرناش قاسحة وما كديرناش يابسة هكا كما كتشوفوا كان جمحها أنا هنا على واحد في واحد زلافة او في واحد في شئينة كان جمحها باش كان متسهل علي الخدمة كان دير هنا في واحد الصحن شوية ديال كونفيتور ديال المشماش من الأحسن يكون كونفيتور لأن العسل ما كيجيش ما كيجي بالنسبة للناس اللي عندهم العسل قالوا لي شيبناس بغيرنا نصوبها بالعسل هي ممكن أنا كتصوبها بالعسل ولكن ما كديرش من أحسن من الكونفيتور كيجيها كونفيتور ديال مشماش كيصرحها الصراحة كما كتشوفوا كندير هنا يا واحد شي شوية ما بين الطرفين وكانها كاللاصق المهم أنها المهم أنها خص خص مهم أنها خص كيما قلت لكم على خص الكورات جيني متساوية مع بعض ديتها ديالك شعرش كنت كنركز على الحجم ديال الكورات كيما كتشوفوا أنا ديالك والحجم اللي درس غيبنا مع القاورة جاني هو هدك مهم البلس أنا كانت قنصة مرة هكا كثيرا نكمل الكورات ديالي وصراحة تقدم زيان باش كتجيزوين هده ريش بونا كتجي اقتصاد ديال وكتجيشيها بزاف وخهي كتبخها أصلا من الأصول ديالنا قديمة ولكن كيجي واحد نهار وكتشهي هده ريش بونا أنا كتتصاو بيها دباء البلس أنا والله إلا لا تشهيز هدك شيرش تصاو بسها كتجيزوين وراك كيبغيها الصغير والكبير وبهد الحلاوي باش كبرنا كم قمتش هاوهم مرة مرة كيما كتشوفوزت هنا يفوحد الكسرونة واحد شوية وحد سر البنات انتر هده الأم ديالي اللي كانت كديرها كتزيد فيها هنا المظهر باش كتجي باش كتجي شيشة بزاف وكتجي وعرة كتدخل وكتجي مع السلام زيان كيما كتشوفوزت هنا واحد شوية ديال المظهر على داك المقدار ديال كونفيتو اللي درتو وكنديرها من فوق البوطة كتصت سخن مزيان وكنديرها هنا يسخونة كندير رشبونة كندير الحلوة ديالي وعلى داك الخاليط سخون ومن الأحسن البنات تديروه سخون ولا بردليكم سيروا سخنوا واللي عاوتين يسخنوا كتديرو هنا واحد شوية ديال الكوك ففي كتبقاو باش تجيكم البنات خدمة نقية مهم يد كتعسل ويد كتتصوب كتتفند في داك الكوك كي كتجي صراحة زمينة في شكل نقية وبالنسبة لبنات الكوك ما تديروش الكيمية اللي اخدتهو كاملة اللي اخدتهو كاملة انكم كتديروها في داك الصح نديرو غي شوية بشوية باش ما يتوصخ لكمش الكوك ويبقى صالح عدة استعمالات وما يبقى لكمش ضايع ديرو غي شوية بشوية عاوتيني مني يكمل لكم زيدوا واحد شي شوية كي ما كتشوفوا كندير أنا هكا واحد الكيمية محدها سخونة محد هاد الخاليط سخون كنديرها 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 في الكوك كان ولي عاوت ثاني نفندها مزيان كان حطها في واحد في واحد العلبة كان هزها بليد الأخرى كان حطها في العلبة لدخلي تلاجانيشا ما تحطوها شو تخليوها بلاسيسة في باش منين 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 تعسلوها تحطوها في الكوك غي تساليو شدو عليها وديرو عليها بلاستيكا ودخلوها تلاجة كتبقى رائعة ومن الأحسن من الأحسن أنكم متأكلوها جدك النهار خليوها تطلع غدا باش كتزيت ذاك العسل كيدخل فيها مزيان وكتجي وكتجي البنات مجعبة وعرة شرب العسل صوبة وعرة تأكدوني والله البنات لكتجي هاد رشبونة وعرة اللي صوبها وخضام عندي المقادير كي الصراحة كي كي شكرني عليها ذاك شعرش بغيت نتقاسمها معاكم وميما البنات أنا كنكمل هاكا حتى تنسلي هاد الكيميا هادي اللي عندي وكما كن أكد عليكم أن الخالط اللي برد لكم سيرو سخنوه سيرو سخنوه باش كتدخل ذاك العسل في ذاك الحلوة حيث الحلوة كتكون باردة لكن تسخونة ماشي وموش للمي الحلوة كتكون باركة كتجي أحسن كي ما كتشوفو هال لغدة أنا وريتها لكم خليتها تتبرد ودرتها في الصحن ووريتها لكم كي كتجي رائعة كي ما كتشوفو أنا أنا وريكم واحد أنا نقسمها ونوريكم كيفاش كتجي من لداخل البنات كتجي مجعبة رائعة وعرة كي ما كتشوفو معايا كنت من الصراحة تجربو هاد الوصفة هادي كي ما كتشوفو الشي البنات راه كتجي مجعبة فتية 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 بزيف كتدوف الفم وخصوصا معا معا كتحط معا أساي كتجي زوينة بزيف كي ما كتشوفو كتدوف الفم كمفتة وكي ما كتشوفو راه كتجي مجعبة من لداخل كنت من الصراحة تجربوها وتاخدو الوصفة من عندي وتجربوها وشكا شكرا لكم على المشاهدات ديالكم وكانت منها والبنات تدعموني باللايك وتشاركوا بالكومونتاغ وشكرا على المشاهدة ديالكم وانطلقوا ان شاء الله في شي وصفة اشتركوا في القناة